اشتركوا في القناة لا تخافي أنا معك يا روحي شو بدنا نساوي هلأ سنبول أعظم؟ رح تظلي هوم مع البنت وتعتني فيها متل قبل وأنا رح أحمل لكم كل احتياجاتكم ما شاء الله عليكي ما شاء الله قديشك حلوة طال على أمك سلطانة تعالي فريال أربي موضوعي أكيد صار إليك خبر فيه عن أي موضوع عم تحكي؟ السلطانة خديجة بعثت وراي وكان إبراهيم باشا موجود هناك كمان وبعدين إجا رسطم آغا بدن أنا ورسطم آغا نتزوج من بعض عندي خبر معقولي الباشا لساتو بيحبك لليوم كنتي عم تموتي وقتلي أنا جبتك لهون كنتي مدمرة ومنتهية من الحزن والأسى لأنهم كانوا أغدين منك بنتك لشو عم تذكريني بهالموضوع يا سلطانة؟ ما بظن هالموضوع لسه منه فايدة لأنه أنا ماضل عندي روح وهلأ أنت بحاجة لترجع لك روحك مرة تانية عفوان يا سلطانة ما فهمت أبدا شو بتغزي بهالكلام تجوزي رسطم آغا يا فريال أحسن ما تضلي هيك بل أروح تجوزي وخلي روحك ترجع لك وهالشي رح يطيب لك كل جروحك طلبتيني لهون مشان تقليلي هالشي؟ لا تحاولي تكذبي عليه أنا بعرف من قبل قداء أنت مهتمة برسطم وهالزواج رح يكون مكافأة بدل ما يكون عقوبة رسطم إلو مستقبل كبير وإذا بتتجوزي للآغا رح تصيري قوية ويمكن رح تقدري تواجهي أعدائك بس اللي حابة أنا أعرفه هالقرار كيف طلع؟ الموضوع بسبب يا سلطانة أنا قلت له للباشا يزوجني منه وقلت له أنه ما ديون إلي بهالشي وقته سكت وراح بدون ما يجاوبني فكرت غارة علي بوقته وقلت لحالي أنه ما رح يسمح أبدا بهالزواج بس غلطي من رأيي ما تسقي بهذا الزواج يا فريال أنا متأكدة أنه هالزواج رح ينتهي بثلاث كلمات طالي 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 موسيقى مولاي إذا حضرتك مشهول برجع بعدين تعالي يا باشا أنا كنت عم بقرأ اللي كتبهن أبو السعود أفندي اشمعوا الديوان فورا وناقشوا هاي الأمور تحت أمرك سفراء فرانسا شو بدون مننا يا إبراهيم باشا مولاي أنا أجيد لأعطي حضرتك معلومات بخصوص هالموضوع بالأول السفراء ملتقيين مع الريس خضر وطالبين منه مساعدة مشان تطويق جونيز عم يطلبوا اتفاقية مو خايفيني من البابا يا مولاي اجتمع البابا كلمنت مع الملك فرانسوا بمارسيديا قبل سنة وعملوا مع بعض اتفاق قوة من خلال زواج سياسي ونتيجة الاتفاق اتزوج ابن فرانسوا هيري من بنت أخول البابا كاترينا ميجي وهي أصلا من فلورانسا مظبوط يا مولاي بتكون بنت حاكم فلورانسا أوربينة لورينزو ديماجينا اللي مات قبل سنتين قال كانوا لقبولة جده اللي بيحمل نفس اسمه بلورينزو العظيم أي واحد عندهم بيسموه عظيم كأنه بزمناته كان فعلا عظيم الجد لورينزو ماجينا كان سخي كتير مع الشعراء والفنانين والعلماء كمان وشهدت فلورانسا من حوتات عظيمة بعهده لهيك بيقولوله لورينزو العظيم وسموا الحاكم اللي إيجا بعده ببيرو قليل الهص مولاي برأي إيجا لوقت المناسب لحتى نعمل أوابط بهالدولة بإسم حضرتكن إذا بتلاقي لي معماري شاطر بيفهم أحلامي رح خليه يقوم بأعمال ما حدا شافه على مر الزمان ورح يعجب فيها العالم بأسره أخذت بنت لفريال على مكان آمن يا سلطانة ممتاز ما بدي حدا يعرف بالموضوع حتى فريال وخاصة هي مو لازم تعرف يا سنبل يعني لحتى أحصل على اللي بديه أعرفت شي براهين باشا وين هلق موجود هو هون بالأسر يا سلطانة متل ما بتعرف يا مولاي في أكتر من عشرين إمارة بإيطاليا بس لحصنا الحظ مو متحدين في واحد كاتب اسمه ميكافيلي كتب كتاب اسمه الأمير وهدال الحاكم لورينزو بيطلب منه أنه يسلح الجيش الإيطالي ويطرد كل الأجانب منها ويساوي وحدة بين كل الإمارات بس بيقولوا أنه بها الكتاب هاد اللي كتبوا الكاتب ميكافيلي تعليمات وسخة لدرجة أنه مرح ينشروا لحتى يموت لا إيلي هالكتاب فورا يا باشا خلينا نشوف شو كاتب فيه حتى خباه كلها سنين وبالنسبة للسفراء كم من المحادثات معهم ورح نستمر بدعم الحاكم فرانسوا ضد الملك شاركان ولا تنسى الأثر والبابا كليمنت وعلاقتهم ببعضهم لازم نحن نعمق منيح الانقسام اللي بالعالم المسيحي لحد يوصل للزروة تحت أمرك مولاي السلطان إبراهيم باشا شو قصة الشي اللي سمعته؟ قالوا لي أنه قررت تزوجه في ريال خانم لرستم آغ مظبوط يا مولاي هيك بده السلطانة خديجة رستم آغا وينك يا برجم آغا؟ سألت عنك أكتر من مرة قال لازم رافئة للسلطانة هويام يا رستم آغا خير راحت على بيت بمنطقة فاتح لا تشوف بنت صغيرة بنت شو هاي؟ ليش السلطانة شو العلاقة؟ بنته لست فريال لسا تعايشة تستور سلطانة رستم آغا؟ قلنوا يجيبوا لحساني أمرك يا سلطانة بس رجلك يا؟ لا بس بدي يشوفو طيب يا آغا قال رح تتزوج فريال واضح أنك مو بصوت له الشي شو طالب إيدي؟ شافوا أنه هذا الشي مناسب براهيم باشا؟ سلطانة هويام صرنا الزمان ما شفنا بعض إن شاء الله صحتك منيحة صرت أحسن بشوفتك مولاي السلطان فاضي إذا جاي لعنده فيروزة خانهم مو عنده هلا مو كتير مهم إنه تكون هون بس فريال هون مو هيك؟ شو نفكر رح تخلص منا إذا زوجتها لرستون؟ ولا بس مشان الناس رح تزوجها وبس يطلقها ترجع بتاخدها لعندك؟ سلطانة لا تتدخلي بأمور ما بتعنيكي لو بتعرف شو صار بهداك اليوم أي يوم؟ يوم اللي ولدت فيه في فريال جاكم بنت وقالوا إنه ولدت ميتة وهلحكي أنت صدقته أو بالأحرى حبيت تصدق لمعلوماتك يا سلطانة السلطانة خديجة مستحيل تقتل بنت صغيرة لحق معك وأنا ممسدقة مستحيل إنه تكون قتلتها بهيك حالة فيه احتمالين وإنت فكر بواحد منهم يا هي ولدت ميتة متل ما بيقولوا أو لسا تعيشة والسلطانة مخبيتة باشا شو حبيتي؟ أي هالأحصان كتير حلو هذا الأمين هذا ألي تعبت كتير على تربايته يا سلطانة شو اسمه؟ بوتومير بوتي بوتومير بوتومير ايه مظبوط شو يعني هالاسم؟ هاد المكاني اللي ولدت فيه بكرواتيا سمعاني فيها طيب قللي حلو المنطقة هنيك؟ حسب ما بتذكر حلو يا سلطانة فيه أنهار وغابات وقتك كنت بعرف المنطقة كلياته هنيك كوني كنت راعي خنازير معقولة؟ ايه أبي كان راعي خنازير وأنا كنت أحيانا ساعده عائلتك لسا تهنيك؟ ما بعرفش عنهم يا سلطانة كنت ابن تسع سنين لما تركت البيت هاي حصاني هم؟ قربو إذا حبي إنك تركبي بس رجلك ياه مو هلأ سلطانة خليني ساعدك مشان تتغلبي على خوفك؟ شكراً متل ما بتأمري أدخل أدخل باشا قول فاتخانه أهلهم بدك ياني ضروري ليكون السلطانة خديجة لا 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 تقلقي حبيت شوفك لشي تاني فيه شغلة عم أفكر فيها وهالشغلة شغلة بالي من فترة طويلة وبيدي منك مساعدة يا خانو إذا فيني يساعدك ليش لا علاقتك منيحة بالسلطانة خديجة مظبوط وأكيد ما في شي بينا تكون مخبة سمعت عم يحكوا حكي ممني عن السلطانة عم بيقولوا البنتي اللي ولدتها فريال اللي هي بنتي ما ولدت ميتة والسلطانة خديجة هي اللي موتتها باشا اللي عم تسمعوا هذا اسمه حكي فاضي السلطانة خديجة ما بتقدر تقتل نملة معقولة روح تقتل طفلة هالشي مو صحيح أنا كنت شاهدة عالقصة دفنوها للطفلة لأنه ولدت ميتة معناته هي إيه القبر مسمعوت اللي شو هالسلطة؟ أولفت أنا هلأ بدي أعرف وين قبر بنتي يا أولفت يلا جعوا بيني أولولو لشكري آغا يعمل لي شراب زنجبيل رأسي كتير عم يجاني أمرك يا سلطانة لا تنسوا الحليب بالعسل لجيهانجير حاضر نازلي نازلي مولاتي السلطانة؟ نازلي وينون أولادي؟ بغرفتن يا سلطانة بس الأمير جيهانجير مو بغرفته كيف مو بغرفته يعني؟ من شوي إجا لهون نزار آغا وأخده مولاي السلطان حابب يشوفه سلطانة أخده على جناحه أسمى من؟ أسمى من جيهانجير هاست أسمى من جيهانجير هاست بسالة بسالة سلطان سليمان هاست بسالة سلطان سليمان هاست يا أمير انت كتير شاطر أميري البطل جيهانجير انت رح تتعلم الفارسية قبل إخواتك فيروزا كانت تجيل عندي وتقني لي أغاني وتقرالي شعر حلو بس هلأ هي يا بابا ما عم تجيل عندي بنوب جيهانجير وقت اللي بدك بكون عندك أمي ما رح تخليني إجيل عندك لهون أنا بجيبك لعندي إمتى ما بدك أمي لا إله إلا الله بسالة شو جايين لهون؟ على شو عم بتدوّر؟ أم دوّر على قبر يا نصوح قالوا لي إنو بنتي مدفونة هون إيه؟ وشو بدك فيها؟ حضرة الباشا، هذا هو الأبر يا باشا متأكد؟ هيا يا باشا، مكتوب عليه بنت فريال خانم افتحوه والله مبسطت للسيد فريال مبسطت الله كتير رح تتجوز رستهم آغا المسؤول على الخيول الله يسعدها بحياتها إن شاء الله آمين، آمين، آمين بس أنا زعلاني كتير على هالبنته والله أيا بنت؟ شو دخلك إنت؟ شو إلك علاقة؟ يلا خلصني شوف شغلك هلأ بيكوني ولد جاع، استعجلة شوي الله يوفقك والله يا سمبول، لو ما بعرف وضعك كنت فكرت جبتلك شي ولد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل خير؟ يسعد مساكي يا فريال، شفه؟ ابن الحلال عم تذكره بيبان رح أخذ هاي لا سمبول، لقتعاهي للأمير شو هالزلمي هاد؟ أخده ومشي ليش شو صاير له؟ والله ما بعرف شو قصته، صلوا نبوزم هيك من الصبح يا ست فريال وعم يندو بيقول شو بده يصير بها البنت ومين بتكون؟ والله سألته بس ما عم يحكي بليلي فريال، شو جابك لعندي؟ إذا في عندك بابوني جغليلي كاسي الله يخليك رأسي كتير عم يوجعني كمان انتي؟ اليوم كلهم عم بيجعون رأسهم حضرة الباشا شو لقيت؟ الأبر فاضي يا باشا كيف فاضي؟ حفروا أكتر؟ ما في داعي نحفر أكتر الأبر فاضي يا باشا، نحن وصلنا للأرضية تبعه الجمال لسو أمamus شوق عم Ed She and Us مركق يابرينا يا باشا، بشي مكاتل؟ واضح يا نصوح إنه بنتي لساة عايشة وشو رح يزير فيني هلأ؟ لا هلخوف ماله لزوم؟ هلأ انت صرتي تحت حماية السلطانة هويام وانت ما قلق زنب الموضوع؟ يعني شو رح يختلف إذا ربتيها هون أو هنيك؟ شو اسمها؟ قدر قدر والله قدر هالبنت رح يكون ممنيحة بذا جيهان غير حابب وجودك معه كتير لولا لمست إيديك يا فيروزا ما خف وجهه طلبي مني شو ما بدك؟ كل روحي بتنبط بقلبك هي روحي يا مولاي السلطان جاريتك لضعيفة شو بدي غير إنها تكون جنب حضرتك شو بدي أكتر من هيك؟ ادخل مولاي إجت السلطانة مريم خليها تجي بابا فوتي يا مريم تعالي أهلا وسهلا السلطانة نشوي رح تشوفوا لجيهان غير قالوا لي إنه هو عندك فوتي قاعدة عذرني تأخر الوقت وجيهان غير لازمنا وإذا بتسمح لي حاب بإني أخذه تعال حبيبي تصبح على خير جيهان غير أنا بشوفي يا سلطانة ويام نجيب الحكيمة ما له لزوم بعد شوي برتاح عفيفة خانم أنا مديونة لإلك بروحي أستغفر الله يا سلطان بلا هديك الليلة لو لاكي أنتي كنت موتت حالي هاي إلك ما فيني إقبالة يا سلطانة لأنه أنا ما ساويت غير واجبي معقولة ترفضي هدية السلطانة الله يدينك يا سلطانة ويام سلطانة جيهان غير أمي كنتم مع بعضكن رحت لشوف السلطان وجيهان غير كانينيك نازلي خديل الأمير على تخطوه فيروزة كانت عنده مهيك؟ لا ما كانت موجودة السلطان كان لحاله سلطانة سلطانة باشا براهيم باشا شو بدك مني بآخر هالليل؟ سلطانة وينا بنتي بعرف انه لساة عايشة ايه مظبوط هي لساة عايشة وماشاء الله عليها كتير حلوة ومتأكدة انك رح تحبها لانه بتشبه أمه وين موجودة هلأ؟ بمكان بس أنا اللي بعرفه لا تخاف هن الكتير عم يهتموا فيها غيام وين بنتي بنتي بدي إياها أكيد رح أعطيك إياها بس ايه؟ شبكي؟ خلصيني قولي سلطانة فيروزة سلطانة مريم لسا لهلأ ما عم تحكي معي وما عم تسمح لي زورها بس أنا بحبها يا مولاي وبحب شوفها مولاي شو الزنب اللي ارتكبته أنا؟ ليش رفضين وجودي؟ حضرتك سلطان العالم وكل مرة بالحرم لك ملكك وعايشي مشان ساعدتك يا مولاي وأنا واحدة من هلحرم لك أملي لوحيد بإني جب لك ولد ما درس سهر در راهي ميخانين هادين محصول دعا در راهي جانانين هادين در خرماني ساد زاهده او غيل زناد او داش بدي فيروزة تروح من هالقصر بأسرع وقت بدي تبعته بحيث انه ما ترجع لهون أبداً يا باشا وقته بوعدك انه تحصل على بنتك شلون بتساوي هيك انتي؟ كيف بتستخدمي طفلة بريئة بهيك لعبة؟ السلطانة خديجة هي اللي جابت فيروزة لهون لحتة تقهرني وانت بدورك كمان عم تحميها لهالمرأة فبنصحك انت وياها روحوا انشغلوا بمشاكل كون أحسن ما تنشغلوا بحريم الجناح الخاص لمولاي السلطان شلطانة نفذ ياللي عم بطلبه فيروزة بدي تروح شف لك شي طريقة موسيقى هناك العديد من الأسرار لا نعلم بها موسيقى هناك العديد من الجنات والقتلة لا نعلم بهم من سيعرضون عن هذا سيتأثون سوف يأتي الوقت الذي نعلم به بكل هذه الأسرار موسيقى يستطيع الإنسان أن يجعل من السر موجزه موسيقى لقد أخفيت هذا السر في قلبك لقد أخفيته عني كان يكفي أن تطلعيني عليه بكل بساطة موسيقى لماذا؟ لماذا فعلت ذلك يا خديجة؟ موسيقى 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 متى أعرضت عنك؟ موسيقى 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 عندما نعلم أن السر ليس سرا يصبح كل شيء واضح موسيقى 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 اشتركوا في القناة